موسيقى دعت إسبانيا الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض حضر النفطي وتجميد وصول البنك المركزي الليبي في حال فشلت مفاوضات حل الأزمة الليبية وكان الاتحاد قد وافق على أعداد خطة الإرسال بعثة أمنية إلى ليبيا في حال نجحت التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية الاستباق الأوروبي للأحداث في ليبيا يفسره البعد الجغرافي بين الطرفين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعملون على وضع خطة لإرسال بعثة من عسكريين وخبراء مدنيين إلى ليبيا فور تشكيل حكومة وحدة وطنية سقف زمني قد يقتل المبادرة في رحمها إذ أن جوهر الأزمة في أساسه يتلخص في عدم قدرة الأطراف المتحاربة على التوصل للاتفاق كما يمكن أن تحتاج البعتة الأوروبية لطلب من ليبيا وتفويد من مجلس الأمن الدولي حيث ليس من المضمون الحصول على دعم روسيا والصين لكن أوروبا تريد اتفاقاً أي اتفاق؟ يعيد مستوى طبيعياً من الأمن للجارة ليبيا ولذا فلم يحدد الوزراء شروطاً سياسية لتشمل في الصفقة وقالت عدة وسائل إعلام الأوروبية أن الهدف الحقيقي للبعثة هو حماية الشواطئ الأوروبية ووقف تدفق المهاجرين من ليبيا الاتحاد كلف أخيراً مفاوضته للسياسة الخارجية فدريكا موغيريني بطرح أفكار للبعثة وهي التي كانت قد اقترحت إرسال فريق لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المطارات والبنى التحتية وأيضاً إرسال سفن لمساعدة الشرطة على فرض حظر على تدفق الأسلحة إجراءات تقلق بعض ساسة الاتحاد إذا احتمال إرسال جنود إلى دولة رسخ فيها تنظيم الدولة وجوده لكن ماذا لو فشلت المحادثات؟ أوروبا لم تفصح بعد عن خياراتها في التعامل مع الأزمة الليبية في حال استمر الصراع لكن إسبانيا على الأقل اتخذت لهجة تهديدية اذ دعت للنظر في حظر النفطي وتجميد أصول البنك المركزي الليبي في محاولة لإجبار الأطراف على التفاوض بجدية الاتحاد الأوروبي كان قد أرسل في الماضي فرقا عسكرية أو مدنية لمساعدة عدد من الدول في التعافي من الصراعات لكن التعافي هنا كلمة أساسية لم تشق بعد طريقها إلى ليبيا ومعنا من باريس الكاتب المتخصص في السياسات الأوروبية فايصل جلون أهلا وسهلا بك سيد فايصل نبدأ من حيث انتهى التقرير هل خطة الاتحاد الأوروبي تأتي للضغط على الأطراف الليبية للتوافق أم أنها فعلا للتدخل الفعلي على الأراضي الليبية للضغط وللأغراء أيضا لأن الأطراف المعنية بالصراع الداخلي في ليبيا لا ثقة لها ببعضها البعض وبالتالي تحتاج إلى طرف محايد حتى تسق به وتسلم أو تتنازل تجاه الطرف الآخر أو تجاه الأطراف الأخرى ويكون هناك ضامن للاتفاق هذا الخطة قد تغري في هذا المجال خاصة أنها مترافقة مع ضغط مرسه الوسيط الدولي بوضوح إذ قال للفرقاء أمامكم خياران إما الفوضى والعدم وبالتالي انتهاء البلد أو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية إذن الخطة هي للضغط والإغراء ويشارك الأطلسي فيها لأن الأطلسي أرسل بعثات على الأرض وأوساطه تقول أنه هناك بصفوف القبائل وبصفوف بعض الفئات التي التقى بها ممثلوا الأطلسي موفقة على دور محايد دور تحكيمي دور محايد دور رقبة طيب سيد فيصل هل هذه ربما وصفة ناجعة هل من شأنها بالفعل أن تكون خيار ناجع لحل الأزمة الليبية في حال حصل هذا التدخل هناك شعور في الخارج والداخل أنه إذا أعطيت الأولوية لمكافحة داعش ولمكافحة الإرهابيين في الجنوب الليبي يمكن تجميع الليبيين حول هذا الخيار حول هذه الأولوية وبالتالي استدراج دعم دولي من أجلها واستدراج وسطات دولية ودور دولي فاعل من أجلها وهذا من شأنه أيضا أن يخفف من حدة النزاعات الداخلية عنصر آخر مهم أيضا وأنه ربما اقتنع صر لدى أخوان المسلمين قناعة اليوم بأنه ما عاد بالإمكان أن يحكموا ليبيا منفردين أو حتى بأغلبية وبالتالي يمكن أن يتبعوا المثال التونسي أن يكونوا جزء من هذا التكوين المقبل هذا ممكن أن يسهل مهمة الاتحاد الأوروبي وممكن أن يسهل مهمة الأطراف الخارجية وممكن أيضا أن يؤدي إلى تفادي خطر كبير داهم وهو أن تتدخل بعض الدول مباشرة وخاصة فرنسا فرنسا التي تخشى على مالي ومصر التي تخشى من أن يؤدي الوضع الليبي إلى ما أدى إليه كما رأينا مع إعدام الأقباط وما شبه ذلك هناك وضع ضاغط وهذا الوضع الضاغط بالرغم من الوضع الضاغط سيد فيصل جلول لكن ما شهدناه ربما من ردود أفعال على الأقل السياسيين الذين اجتمعوا في الجزائر كان هناك إجماع تقريبا على رفض أي تدخل أجنبي كيف نفسر هذه المعادلة ربما هناك رفض لأي تدخل أجنبي هذا صحيح البعثة الأوروبية اختصرت موضوع التدخل بجنود يحمون البعثة السياسية فقط وليس قوة أجنبية مسلحة على الأرض التدخل سيكون في الخارج كما ورد في تقريركم بوارج حربية أوروبية تمنع أيوة تمنع الأسلحة من التصرب إلى ليبيا وتمنع أيضا الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية التي تتمنح أوروبا إذن التدخل سيكون محدود بجنود يحمون البعثة السياسية التحكمية يعني الدور التحكمي ليس أكثر هذا المطروح حتى الآن هناك نقطة حيارتني ربما فيما أجمع عليه ربما الأوروبيون عندما وضعوا ربما نقطة وآلية لمراقبة وقف إطلاق النار داخل ليبيا كيف يمكن مراقبة وقف إطلاق النار في ظل أولا شساعة الأراضي الليبية في ظل انتشار فوضى السلاح وانتشار الميليشيات نحن نعرف أن ليبيا إذا انتهت معركة بني غازي ويقول خليفة حفتر أنها ستنتهي خلال أسبوعين ساعة إذن سيكون توزيع القوى في ليبيا هو مناطقي وبالتالي سيكون من السهل مراقبة خاصة أن المناطق شاسعة ومتباعدة وبالتالي لن يكون هناك نقاط تماث قريبة كما هي الحال في أوكرانيا مثلا إذن سيكون من السهل مراقبة وقف إطلاق النار شرط كما قلت قبل أن معركة بني غازي تنتهي كما قال خليفة حفتر خلال أسبوع لأنه في هذه الحالة سيكون من الصعب كما أشرت حضرتك مراقبة وقف إطلاق النار في بني غازي في الحالة في حل سقوط بني غازي بيد قوات حفتر سيكون باعتقادي من السهل مراقبة وقف النار طيب مدامنا نتحدث ربما عن حفتر وعن الجيش الوطني الليبي هناك من يتساءل لماذا لا يتم طبعا تزويد الجيش الليبي بالسلاح ومن ثم هو يتكفل بكل شيء لماذا لا تدفع الدول الأوروبية بهذا الاتجاه وهو تزويد الجيش الليبي بالسلاح تقدم حفتر بطلب للحصول على طائرات سوخوي من أوكرانيا وللحصول على دبابات تي 72 من تشيخيا ربما من تشيخيا أو أوكرانيا والحصول على أسلحة فردية من تشيخيا والمفترض أن تقبل الأمم المتحدة بهذه الطلبات لمساعدة الجيش الليبي على ذلك لكن أنا أظن بأن هذا النوع من الصفقات ربما يوضع على طاولة المفاوضات لأنه هناك من لا يريد تغليب طرف على طرف كثيرا في ليبيا رغم أنه المجتمع الدولي يعترف في حكومة واحدة هذه الحكومة التي تدعم حفتر طيب سيد فيصل داخل الاتحاد الأوروبي هناك من يدفع باتجاه التدخل هناك من يقول فقط حضر نفتي وأيضا ربما قطع وتجميد أصول البنك المركزي هل نحن أمام حديث عن انسجام في الموقف الأوروبي دائما كانت المواقف الأوروبية تجاه الأزمات تتخللها مسائل خلافية من هذا النوع بحسب المصالح وبحسب الدوافع هذا وارد كان نائما في كل الأزمات لكن إذا أردنا النظر إلى الوضع في ليبيا يجب أن نراقب عدد محدود من الدول يعني بريطانيا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهي الدول التي تعتبر نفسها معنية مباشرة بما يدور في ليبيا وربما تكون متضررة أكثر من غيرها طبعا ألمانيا لكن بالأساس هذه الدول وهذه الدول يعني عندما يكون الموقف متصل بفرنسا ربما يحترم ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي أيضا لأنه نحن نعرف أن فرنسا وألمانيا مثلا وبريطانيا هي الدول التي تقرر داخل الاتحاد في هذه الحالة الليبية الفرنسيون يخشون تماما يخشون من تداعيات الوضع الليبي على مالي وعلى أصدقائهم في شمال أفريقيا وبالتالي وزير الدفاع الفرنسي شدد مرارا على وجوب التدخل والتدخل الفردي أحيانا لذا أظن بأن الأولوية في هذا المجال ربما لما تقول فرنسا والاعتبارات التي تريدها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا أشكرك فيصل جلول الكاتب المتخصص في السياسات الأوروبية كنت معنا من باريس يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على تويتر وفيسبوك اشتركوا في القناة